موسيقى جددت المستشارة الفيدرالية السويسرية كارين كيلر سوتر رئيسة قطاع العدل والشرطة التأكيد على موقف الكونفيدرالية السويسرية المتمثلة في عدم الاعتراب بإصابة البوليساريو وفي معرض جوابه على سؤال شفوي بالجمعية الفيدرالية السويسرية دافعت كيلر سوتر عن صواب حكم المحكمة الفيدرالية الحاكم الصادر في غشة الماضية والذي تضمن رفض الاستئناف الذي قدمه شخص يطعن في قرار السلطات السويسرية المتمثل في رفضها عند تجديد تصريح اللجوء الخاص بها إدراج عبارة الصحراء الغربية في خانة الجنسية مسجلة أن هذا الحكم قدم تصحيحا ضروريا كفيلا بضمان دقة المعلومات الوردة في نظام المعلومات المركزية حول الهجرة والتثبت من مطابقة للموقفة الذي تدافع عنه الحكومة الفيدرالية على الصعيد الدولية وأكدت أن هذا النهج يتوخى تحقيق هدف المصلحة العامة فيما يتعلق بتناغم السياسة الخارجية السويسرية موضحة أن هذا القرار يأخذ بعاني الاعتبار المعطى الذي يفيد بأن السويسر لا تعترف بالكيان الوهمية الذي يحمل تثمية الصحراء الغربية واجددت الكونفيدرالية السويسرية من خلال القطاع الفيدرالي للشؤون الخارجية لمرات عدة وعلى مختلف المستويات دعمها لجهود الأمم المتحدة والدور المركزية الذي تطلع به في العملية المتعلقة بقضية الصحراء وإذ تعبر السويسر عن قناعتها بأن المفاوضات تشكل المسار الوحيد الكفير بالتمكين من التوصل إلى حل سياسي عادل مستدام ومقبول من كل الجانبين فإنها تؤكد أهمية الجهود الجادة ودات المثداقية التي يبدلها المغرب من أجل التوصل إلى تثوية سياسية قائمة على التوافق مع الأخذ علما في هذا الصياق بالمبادرة المغربية للحكم الداتية من جهة أخرى أوضح القطاع الفيدرالي للشؤون الخارجية أنه ليس هناك وجود لتمتيلية رسمية لعصبة البوليساريو لدى مكتب الأمم المتحدة بجونيف ولا لدى المجلس الفيدرالي وإلى الأزمة الفرنسية الجزائرية حيث أطلقت ماري لوبان زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا يوم ثلاثة تصريحات شديدة لهجة ضد الجزائر ودعت إلى حرمان مواطنيها من التأشيرات ووقف تحويلاتهم البنكية وقالت لوبان في مقطع فيديو نشرته في صفحة على الفيسبوك إن الجزائر التي تعودت على ضعف القادة الفرنسيين عليها أن تحترم فرنسا لقد استدعت سفيرها ورفضت تحليق طائراتنا العاملة في مالي لمحاربة التطرف مضيفة أن هذا القرار يشكل خطرا على بلدين وعلى أمن دول إفريقيا هو قرار غير مقبول وعلى فرنسا أن تفصل في هذا الشأن ولفتت إلى أن السلطات الجزائرية تعتقد أن فرنسا مدينة أبدية يمكن لمواطنيها الدخول إلى أراضيها في أي وقت مشددة على ضرورة عدم منح تأشيرات للجزائريين ما دامت الجزائر ترفض استقبال مواطنيها الذين قررت فرنسا ترحيلهم كما اقترحت لوبان مراجعة تصريح تحويل الأموال التي يرثلوا الجزائريون إلى بلدهم التي تقدر قيمتها بـ 1.5 مليار يورو سنويا حيث أن هذه الأموال تساهم في تنمية الاقتصاد الفرنسية ويأتي هذا بعد أن أدلأ الرئيس الفرنسي أمانويل ماكرون بتصريحات غير مسبوقة بشأن الجزائر حيث قال أرى أن النظام الجزائري متعب وقد أضعفه الحراكة وضف ماكرون أن شخصيا كان لحوار جيد مع الرئيس سبون لكنني أرى أنه عالق داخل نظام داخل نظام صعب للغاية في خثام بعتة له بالجزائر رسم صندوق النقد الدولي صورة قاتمة لاقتصاد أضعفة الاختلالات المكرو اقتصادية التي فاقمتها جائحة كوفيد-19 ودعا إلى الاستعجال في اتخاذ مجموعة واسعة من الإصلاحات الهيكلية في بلد لا يملك مسؤوله من هامش المناورة ثوى القليلة ودعا الصندوق النقد الدولي الجزائر التي تضرر اقتصاده بشدة بفعل تدعيات جائحة كورونا وانخفاض أسعار المحروقات إلى إعادة ضبط سياساتها الاقتصادية وتنفيذ إصلاحات هيكلية وعبر هذا الصندوق عن قلقي إذا أوضعية الاقتصاد الجزائرية محدرا من تدعية استمرار ارتفاع عجز الموازنة على المدى المتوثبة وحضر تقرير عقب اختتام مناقشاتنا أجرتها باعتته إلى الجزائر دمن مشاورات المادة الرابعة من نظامها الأساسية من أن استمرار مستويات عجز المالية العامة المرتفعة للمدى المتوثب سيؤدي إلى احتياجات تمويلية غير مسبوقة كما سيستنفذ احتياطات الثرف ويسبب مخاطرا على التدخم وعلى الاستقرار المالي وعلى ميزانية البنك المركزية مضيفا أن ذلك سيعرقل بشدة قدرة البنوك على الاقتراض لبقية قطاعات الاقتصاد مما سيسبب آتارا سلبي على النمو وتبع الصندوق أن الجائحة كشفت من جديد عن مواطن هشاشة الاقتصاد الجزائرية اتثع عجز المالية العامة وعجز الحساب الخارجية من جديد في عام 2020 وانخفض احتياطيا النقد الأجنبية إلى 48.2 مليار دولار أمريكية في نهاية 2020 وجاء في بيان لوفد من صندوق النقد الدولي أجرى نقاشات عبر التواثل عن بعد مع السلطات الجزائرية بين 13 شتنبر وال3 أكتوبر أن هناك حاجة ملحة لإعادة ضبط الثياسات الاقتصادية بهدف تصحيح الاختلالات الاقتصادية ووفق المصدر ذاته فإن هذه التدعيات أدت إلى انكماش حاد في إجمالية الناتجة المحلية الحقيقية بنسبة 4.9% سنة 2020 واتساع عجز المالية العامة وعجز الحساب الخارجية من جديد سنة 2020 وانخفاض احتياطيا النقد الأجنبية إلى 48.2 مليار دولار نهاية 2020 من 62.8 مليار دولار في 2019 وسجل المتوثق الثانوي لمعدل التدخم وفقادات المصادر تثارعا إلى 4.1% في يونيو 2021 الراجع جزئيا إلى أثر ارتفاع الأسعار الدولية للمواد الغذائية وفترة الجفافة وحسب البيانة رجحت البعتا أن يظل النمو على المدى المتوسط ضعيفا بسبب التراجع المتوقع للقدر الإنتاجية في قطاع النفط في السياق تخفير الاستثمارات المقرر في عام 2020 والسياسات الحالية التي من شأنها الحد من القرود الممنوحة للقطاع الخاص وأضافت وأنه ورغم انتعاش النشاط الاقتصادية والتحثن الواضح في رصيد الحساب الخارجية في 2021 لا يزال هناك ضرورة ملحة للعمل على استعادة الاستقرار الاقتصادي الكلية وهامش المناورة مع حماية الفئات الأكثر ضعفا ودعم الانتعاش ودع البنك الجزائر إلى اعتماد العمل على السياسات المالية والنقدية وسياسات أسعار الثرف لمواجهة الاختلالات في الاقتصاد الجزائرية كما دعا إلى إطلاق مخطط تصحيح واسع النطاق لأوضاع المالية العام بدءا من 2022 وإلى فرنسا حيث لذلت تصريحات الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرو المنتقدة للنظام العسكري الجزائرية تتير الجدل في أوسط الجزائريين والفرنسيين والذي فتح الباب أمام أزمة ديبلوماسية جديدة وفي هذا الصدد قال الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرو في مقابلة صحفية مع راديو فخونس أنتاغ بمناسبة اليوم الخاص المنظم لصالح المرأة الأفغانية إنه يتمنى أن تكون هناك تهدؤ بعد مرور أربعة أيام من تصريحاته التي أوردتها صحيفة لوموندا وخلقت غضبا واسعا لدى نظام العسكر الجزائرية وبعد أن أكد ماكرو تمثقي بتصريحاته التي بسببه تم استدعاء الجزائر لسفيرها من أجل التشاور وأضاف خلال جواب له على بعض الأسئلة بشأن التوتر الدبلوماسي بين باريس والجزائر وقال أن أحترم الشعب الجزائرية ولدي علاقات ودية مع رئيس تبون لكننا شرعنا في العمل بالتقرير الذي طلبناه من بنجامين ستورا مع الشباب الفرنسي والجزائرية وسأستمر في هذا العمل واعتبر إمانويل ماكرو أن هناك مجموعة كبيرة من المواطنين الذين يرتبط تاريخهم مع الجزائر حيث دعا إلى تبني هذه القصة ومحاولة التعرف على كل هذه الداكرة والسماح لها بالتعايش واختتم الرئيس الفرنسي قائلا ستكون هناك حتما توترات أخرى هذه ليست إلا قصة عن الجراحة المشكلة أن العديد منها لا يمكن التوفيق بينها لكننا جميعا في نفس البلد وبالتالي يجب أن يكون لدينا مشروع وطني يدمجون ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر